طيب ليه ما عملتش بقى زي والدك؟ ايه؟ ما خلفتش 13 ليه؟ خلا يعني زمن انا بقول دايما الحياة بتتغير يعني حتى هون بمصر من زمان كانوا يخلفوا كتير متل عندنا يعني انا عمامي 12 برضو يعني احنا عندنا بالعيلة يعني اعمامي وخالاتي واخواتي يعني كله عنده كتير بس الزمن ده صار بتصور العيلة مسئولية ايه؟ يعني بالاول كانت مسئولية بس كانت بتصور كان الناس في بساطة اكتر من الايام دي الايام دي صارت صعبة صح رغم يمكن وجود المادة بشكل اكتر ولكن انا برأي صار في المسئولية العيال صارت اكتر من ايام زمان صح ايام زمان اللي قالك شو كان الفرق اللي بقصده انا كان من زمان مثلا ده ابويا صورة والدك اه؟ اه ايام زمان كانت يخلفوا العيلة الام والاب وتلاقيهم كلهم قاعدين مع بعض دايما مع بعض صح محدش يروح على يتخرج مدريفين مثلا اوه قاعدين في القاهرة ولا قاعدين في الصعيد ولا قاعدين في اسكندرية كلهم مع بعض صح بيسافروا مع بعض وبيخرجوا مع بعض مثلا عايشين في الجبل في العلبة كل العيلة والأسرة وكلهم ملمومين مع بعض دلوقتي مثلا انا اليوم وليد في امريكا مادانا في باريس ماريتا في بيروت يعني كل حد مكان ولازم التعليم ولازم يعني مسؤوليات الدولية تغيرت حسنا